المحامية في شؤون الأسرة وأنه ليس الحزب اليميني الذي يدمن على معادات الأجانب مثل ما يروج عنه بل إنه الحزب الذي يفكر بصوت عال I think that a lot of radicalization is caused by childhood practices and I think that many children are brought up in an atmosphere of hate and the atomization which the Labour Party supports because the Labour Party is supportive of multiculturalism We are not, we say that you are British you come under the umbrella of the Judeo-Christian world in Britain that is you are free to practice your religion but not if it comes into conflict with us أول ما يلتقط من حملة حزب استقلال بريطانيا أن التهامه للمزيد من الأصوات ليس فقط بحكم توجهاته اليمينية وإلحاحه على إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بل أيضا لأنه بات يحتضن آمال كل الذين خابت آمالهم جراء سياسات حزبي العمال والمحافظين نحن في دارفورت موطني حزب استقلال بريطانيا وخزان ناخبه بامتياز فاستطاعات الرأي تمنحه 24% من نوايا التصويت في هذه البلدة الصغيرة التي واضبت لعقود طويلة على الوفاء لحزب المحافظين وجه الصعوبة بالنسبة لنشطاء حزب استقلال بريطانيا وناس عزوف الناخبين على التصويت وتمسكهم بعاداتهم الانتخابية وتحفظهم من كل شيء جديد مهما يكون يقول أحد نشطاء حزب استقلال بريطانيا فإنهم مطمئنون الآن لكونهم سيشكلون بأصوات ناخبيهم الفيصل عندما سيعجز المحافظون والعمال عن الحصول على الأغلبية المطلوبة في البرلمان وهذا أمر وارد كما العلواني الحرة لندن اشتركوا في القناة